وجهت لجنة النزهة النيابية رسالة إلى هيئة النزهة الاتحادية بشأن البنك المركزي العراقي مطالبا بأن تشمل الهيئة ملف الدولار في نشاطاتها التي طالت العديد من المؤسسات والملفات أعضاء في اللجنة بيّنوا أن هيئة النزهة قامت خلال الفترة الماضية بجهد كبير بمكافحة الفساد وكشف الكثير من القضايا وشبهات الفساد ولهذا الهيئة مطالبة بالتحقيق في الكثير من الشبهات في عمل البنك المركزي خصوصا المتعلق بمزاد العملة وملف المصارف الأهلية وشددوا على أن عمل هيئة النزهة يجب أن يطال كل مؤسسات الدولة العراقية ومن ضمنها الرئاسات الثلاث وغيرها من المؤسسات المستقلة فالجميع يعرف أن آفة الفساد متغلغلة في جميع مؤسسات الدولة وهذه الآفة أصبحت تهديدا حقيقيا لها اشتركوا في القناة